سلام عليكم بردو توسط الكبوك في عدد من الحلقات التي تدخل أو في المسلسلات أو في دخولك في الدراما أو دخلت بمهاراتك والله هو أكيد أنه لا نستغني عن الوالد الذي يطول بعمره و أنا كانت الخطوة لي الأولى في دراما نتكلم بشكل خاص في المجد كانت في مسلسل أبناء الدم و التي شاركت فيها صدفة حقيقة كان الوالد حاضر الاجتماع مع المخرج راد اسماعيل و كانوا يتناقشون و أذكر رياسي العباس كذلك كان موجود و مجموعة من الممثلين الذين كانوا جلسون على طاولة و أنا صغير في المتوسط باقي و كنا جلسون على طاولة الاجتماع و أنا جاي مع أبوي مخاوي بس ما لأي نية و أستحي أصلا ولا أحب الكاميرا ولا شيء فبينما هو يسولف كذا قال أنهم يحتاجون في دور لشخص صغير فأبوي قال إبراهيم مثل مثلوا أبوك و أستحيت و أتمثل و أعطاني النص أبو رامي الله يذكر بالخير و قال لي مثل هذا المشهد و أقوم و أمثل هذا المشهد الذي لا أدري كيف هو جاي و سبحان الله كانت هي الخطوة الأولى يعني الوالد زكاني كذا عند أبو رامي و أثبت الأمور و حجت على ما قال و كان أول ظهور لك و كان أول ظهور لي في الدراما قبل أن أظهرت في بعض درامج كاف و خير الناس و بعض درامج السابق صحيح طيب نتظر هذا المسلسل الذي بنعرف تفاصيل أيضا أنت مع الله أنت أنا بنت